الحركات المناوية للثورة الجزائرية في الولايات الرابعة التاريخية 1954-1962 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الخاتمة انطلاقا من هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية أن الثورة التحرورية 1954-1962 ميلادي هي ثمرت جهود وتضحية جيسام قدمها الشعب الجزائري منذ 1830 ميلادي بحيث الدارس لتاريخ الجزائر خلال الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر يستشف أن أبطال المطاومة خلال القرن التاسع عشر ميلادي شتلوا رصيدا سياسيا وآدبيا وتاريخيا في عملية تكوين وإعداد مناظلي جيل الواحد نوفمبر 1954 ميلادي حيث وقفوا على نقاط الضعف والقوة مما متنهم من المزاوج بين العمل السياسي والعستري واستغلال الظروف الداخلية والخارجية وتوظيفها لصالح القضية الجزائرية ولا بد من الإقرار بأن جيل أول نوفمبر هو أيضا نتاج تلك الجهود المضنية التي بذلها أرطاب الحركة الوطنية بمختلف مشاريبها وإن كانت بدرجات متفاوتة لأنه بالنهاية انصهروا كلهم في ملحمة الثورة التحررية إن الظروف الصعبة التي مرت بها الحركة الوطنية وقعتها في انسداد خطير لولا بقى بعض إطارات المنظمة الخاصة في حال التأهب وترقب وعدم طوعهم في الصراعات الزيطة السياسية وهذا يدل على تكوينهم السليم مما أهلهم إلى تحمل المسئولية والمبادرة إلى الشروف لإعداد للثورة وهذا ما لمسناه على مستوى المنطقة الرابعة التاريخية حيث وفق بوجمع سويداني وأحمد بوشعيب وهم إطاران من المنظمة الخاصة المحلة في الإشراف على التحضيرات المادية والسياسية رفقة مناظلين من متيجة أمثال بوعلان قانون إلى آخره وتوصلنا إلى إحصاء 12 فوجا من المناظلين تدربوا طيلة ثلاثة أشهر ونس أسكريا وسياسيا في سرية أما استمعنا للبعض منهم خلال مرحلة إعدادنا لرسالة الماجستار الموسومة دور سويداني بوجمع في الحركة الوطنية والثورة التحررية 1922-1956 وقد ساهمنا بتلت الدراسة في تصحيح تاريخ استشاهد هذا البطل وحاولنا أيضا تأتيد المشاركة الفعالة لمناظلي منطقة متيجة في اندلاع الثورة تم هو مبين في هذه الأطروحة وهو ما يفند الرأي الذي يزعم أن مشاركة نائب تارين بلقاسم أو عمر أو أمران على رأس مجموعة من مناظلية المنطقة الثالثة سبب تطاع اسم مناظلية المنطقة الرابعة وانحيازهم للمتازين غير أن هذه الدراسة تفند ذلك فلو نسلم بهذا الرأي فمعنى ذلك أن التحضيرات فشلت في المنطقة الرابعة ونتون بذلك قد نسفنا كل الجهود المضنية التي بدلها سويداني بوجمع وأحمد بوشعب وكيف نفسر تنفيه 16 عملية ليلة الأول نوفمبر 1954 ميلادي في المنطقة الرابعة وحدها ولماذا لم يشارك هؤلاء في العمليات التي نفذت في مدينة الجزار ألم تكن هذه المدينة جزء من المنطقة الرابعة ولماذا اتصرت مشاركة مناظلية المنطقة الثالثة على ثلاثة نتيب فارد والبوليدا ألا يعني هذا أن مشاركتهم كانت بهدف الاستلاء للأسلحة والمتفجرات ليس إلا خاصة وأن هاتين الثتانتين عبارة عن مستودة للأسلحة والضخيرة ولماذا عاد هؤلاء إلى منطقتهم في صباح ذلك اليوم وتوصلنا إلى أن الثورة في المنطقة الرابعة انتشرت بسلاسة وتنظيم ما عاد في مدينة الجزار تعثرت نوعا ما بعد الانطلاقة نتيجة وقوع العديد من إطارات أمثال الزوبير بوعجاج في الأسل أضف إلى ذلك أن هذه المدينة احتضنت النشاط السياسي للقيادة المكازية للثورة التي بدأت تتبلور من جديد بعد إطلال صراحة بنامضان لتدخل مرحلة أخرى بعد أن أصبحت منطقة مستقلة عن الولايات الرابعة بمرتظى مؤتمر الصمام إن عمليات جيش التحرير الوطني العسكرية تنوع طيلة فترة الكفاح المسلح ما بين معارض وتمائن وهجومات وعمليات تخريبية وفدائية في المدن وإن اختلفت وتيلتها وتباينت أهدافها من مرحلة إلى أخرى وتطورها والسياسة الفرنسية المتبعة أثناءها ففي المرحلة الأولى ما بين 1954 و1956 ميلادي والمسمات بمرحلة الانتشار والتطور نجد أن الاشتباتات التي خاضتها وحدات جيش التحرير تانت بهدف زعزعة النظام الاستعماري والتمتين للثورة والسعي لنشرها في جميع الجهات لتسبب التأييد الشعبي وترذيب الدعاية الفرنسية التي كانت تروجها في وسائل إعلامها ما فادها أن الثورة عبارة عن تمرد رجال خارجين عن القانون اتباع أسلوب حرب العصابات الطائمة أساسا على التر والفر والهجمات السريعة الخاطفة والانسحاب بسرعة بإعطال الخسار لهذا الغرض كانت وحدات جيش التحرير موزع على فرق صغيرة تشكل ما يسمى بالفوجة والفاصيلة تستطيع الحركة والمناوشة والهجوم السريع أما في المرحلة الثانية ما بين 1956 إلى غاية 1958 ميلادي ومع تطور الثورة وانتشارها تغيرت الاستراتيجية العسكرية لجيش التحرير الوطني بمرتضى قرارات مؤتمر الصمام والحقيقة أن الولاية الرابعة شاركت وبفعالية في هذا المؤتمر حيث التزمت بقراراته التنظيمية واتخذت منها مرجعية في معظم التعليمات والقرارات التي اتخذتها لا سيما في عدى محمد بودرة فيما عدا قضية السي صالح وتوصلنا أن حرص قيادة الولاية الرابعة على مبدأ القيادة الجماعية والحرص على التكوين الجيد لإطاراته على جميع المستويات بعيدا عن الحسابات الزيقة هو إحدى العوامل التي متنت الولاية الرابعة من الصمود أمام الأزمات التي عصفت بها والمخططات التي خصت بها نهيطة عن العمليات العسكرية الفرنسية الكبرى فإذا أجرأنا مطارنة بسيطة بين الولاية الرابعة ونظيراتها نجد أن معظم الولايات الأخرى وقعوا في انزلاقات خطيرة منها الانشيطات الذي شهدته الولاية الأولى بعد استشاد مصطفى بن بلعيد وكذلك الولاية الثالثة بعد استشاد ميروش والولاية الخامسة التي بقي قيادتها منذ 1957 ميلاد خارج الوطن مما عرضها إلى هزات داخلية قضية السيزوبر وشتلت مناطقها المحاذية للولاية الرابعة عبا إضافيا تم اضطرت الولاية الرابعة إلى المساهمة بصفة مباشرة في أرثر من مرة لمساعدة قيادة الولاية السادسة للتمتين للثورة في ربوء الصحراء بتدعيمها بإطارات وفضاءات جغرافية داخل النطاق الجغرافي للولاية الرابعة حيث شتلت الولاية السادسة منطقتها الأولى على تراب الولاية الرابعة شتلت تموين بالسلاح عائطا كبيرا للولاية الرابعة والمتتبع لموضوع الثورة بهذه الولاية يقف على حقيقة لا اختلاف فيها هو أن الولاية الرابعة بحكم موقعها في وسط البلاد من الصعب إمدادها بالسلاح من الخارج بانتظام خاصة ما بين 1958 إلى غاية 1962 ميلادي ولهذا فإن الولاية الرابعة جسدت شعاء صلاحة في يد أدواته فمعظم السلاح هو نتائج غنائم التمين والمعائط وما جلبه الفرون من الجيش الفرنسي وبتنوع أسلوب المواجهة ما بين الهجومات الخاطفة والمعائط التبرى استلزم وجود وحدات كبرى من جيش التحرير لهذا تشكلت في هذه المرحلة وحدات كبرى قادرة على خوض المعائط فنجده مع بداية سنة 1957 ميلادي في أهد العقيدة سليمان دهليس إنشاء فيلق الولاية المتون من ثلاثة التتائب يتروح عدده ما بين 300 و350 جنديا كما تشكلت أيضا فرق التوموندو على مستوى المناطق والتتائب على مستوى الناحية والفاصيلة على مستوى القاسب وقد اعتمد جيش التحرير في هذه المرحلة أيضا بالإضافة إلى ما كان يغنمه من سلاح من خلال العمليات العسترية على الدعم الخارجي عن طريق إرسال دوريات إلى الحدود الغربية والشاطية لجلب السلاح وتغطية النرس الذي كانت تعرف الولاية بهذا الخصوص وفي هذا الإطار تشتلت لجنة ميدانية عسترية بالحدود الشاطية والغربية تتتفل بتزويد الولايات بالسلاح وتانت أغلب الأسلحة التي تم جلبها خلال هذه الفترة الأسلحة النصف الثقيلة المستعملة في المعارض القبرى واستعانت بذلك بالمجندين الحديثية التجنيد الذين التحقوا بالثورة بعد إضراب الطلبة يوم التاسع عشر ماي 1956 ميلادي وإضراب العمال والتجار في جونفي 1957 ميلادي هذا الالتحاق الذي دعم الثورة الولاية بإطارات تفية ساهمت فيما باته تدعم الثورة مديا ومعنويا في جميع المجالات والحقيقة أن عند لأمارضة مدينة الجزيرة إضراب الثمانية أيام إنها تسأل الولاية الرابعة بالإجاب والسلب إن فشل هذه المعارضة ميدانيا قضى على نظام جبهة التحرير في هذه المدينة وفقدت بذالة الولاية الرابعة قاعدتها الخلفية حيث كان يعتمد عليها في التموين والتمويل والصحة لكن بعد إحتام السيطرة عليها من قبل قوات الجنرال ماسو فر العديد من شبابها ومناظرها إلى المناطق الجبالية بالولاية الرابعة سبط الإشارة إليه ويمتن الطول أن زمام المبادرة العسترية خلال هذه المرحلة وحتى بعد توقف الولاية الرابعة إرسال الدوريات إلى الخارج لجلب السلاح في سنة 1958 ميلادي بعد الأضرار الجسيمة التي ألحق العدو بها بعد غلط الحدود الشرقية والغربية وإقامة المحدشدات والمناطق المحرمة لعزل الشعب عن الثورة وانتشار فرق الحرقة والقومية كان في يد جيش التحرير من خلال عمليات العسكرية الكبرى التي ميزت كل تراب الولاية من عمليات فدائية وتخريب لمنشآت العدو الاقتصادية ونصب الكمائن الدامية أما في المرحلة الأخيرة من الثورة ما بين 1959 و1962 ميلادي قد بلغ الصراع خلالها ذروته من جميع النواحي فالعمليات العسكرية التي كانت تنفذها وحدات جيش التحرير لم تتوقف رغم الحصار الكبير الذي فرض على مراقل جيش التحرير في الجبال والذي ازداد حدة بعد تولي الجنرال ديروز إمام السلطة والحكم بعد انقلاب الثالث عشر مايه 1958 ميلادي وقيام الجمهورية الفرنسية الخامسة حيث تواصلت في عهد عمليات القمع والإبادة الجماعية وتنفيذ العمليات العسكرية الكبرى في إطار ما يسمى بمخطط شال الذي استهدف ضرب مناطق إيواء مراقل جيش التحرير وتقوية نقاط الحصار وذلك بإنشاء مراقل عسكرية جديدة وشط الطرق في الجبال وتجميع السكان وإخلاء المناطق المحرمة بصورة كاملة وإسناد مهمة حراسة هذه المناطق إلى حامية الأرسام العسكرية وفرق التوموندوس الأسود وفرقة القناصة وقد اتبع جيش التحرير استراتيجية عسكرية تميزت بالعودة إلى تطبيق حرب العصابات خاصة بعدما تزايد عدد الجيش الفرنسي وططعت المدد عسكري بإقامة خطاء موريس واشال حاول جيش التحرير التكييف مع الوضع الجديد وطعم بحل التتائب والاعتماد على الوحدات القتالية الصغيرة مثل الأفواج وتجنب المواجهة المباشرة وهذا حالة للولايات التي تعرضت للعمليات العسكرية التبرى كما أنه استطاع أن يقيم شبكات اتصال بصورة دائمة داخل المحتشدات لضمان التموين ويبقى دائما على اتصال مع الشعب في هذه المرحلة وعيد تنظيم المدن ونقل ميدان الصراع إليها من أجل تخفيف الضغط على المناطق الجبالية المحاصرة ولأجدال تستحدث قيادة الولايات الرابعة المنطقة السادسة على أنقاذ المنطقة المستقلة فنشطت العمليات الفدائية في المدن واستطاع التعطير وتجنيد الجماهير من خلال مشاركته في مظاهرات 11 ديسمبر 1960 ميلادي في الأصنام والشرشال والبوليدة ومدينة الجزائر التي برهنت على رفض الشاب لسياسة دي دول الرامية إلى تقريب شعار الجزائر الفرنسية بثوب جديد اسمه الجزائر جزائرية ولكن جبهة التحرير الوطني تنبهت للأنف فأعطت الأنب بتنظيم الجماهير أرسل مما كانت عليه في اليومين السابقين والتفى الشاب حول شعار الجزائر مسلمة مستقلة وفي هذا السيار لا بد من التأتيد أن الولاية الرابعة نجحت في إعادة تنشيط النضال السياسي والعمل الفدائي في مدينة الجزائر ونطلت بذلك العمل الثوري للمدن لقد نجحت قيادة الولاية الرابعة في تنظيم المصالح الملحقة وفق طرارات مؤتمر الصمام ومن ذلك مصلحة الصحة التي تانت من أولويات القيادة الثورية خاصة وأن طبيعة المرحلة تستلزم ذلك فالمعارك الدائرة التي تخوضها وحدات جيش التحرير الوطني كل يوم وما تخلفه من خسار بشرية استلزم إقامة منظومة صحية حاولت الولاية الرابعة أن تغطي هذا النقص خاصة أمام تزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع تطور الثورة وانتشارها وازدياد عدد وحدات جيش التحرير فاهتمت في البداية بعملية تطير الممرضين عن طريق تنظيم دورات تتوينية أشرف عليها أطباء أتفاء التحقوا بصفوف الثورة بعد إضراب التاسع عشر مايه الف وتسعمية وستة وخمسون ميلادي وتانى لهم دورا تابيرا في تعطي العديد من الممرضين وساهموا بشى التابير في إنشاء العديد من المراتز الصحية على مستوى الولاية ومن أهم الأطباء الطلبة في تاريخ الصحة بالولاية نطر يوسف الخطيب وسعيد حرموش وإسماعيل محفوظ دهلوت ويحيا فارس وبنسونة أما من الممرضات نطر الشهيدة باج مسعودة مريم والممرضة بايل تحلى والممرضة ماليت الزروقي وغيرهم تثيرات ممن دعمنا القطاع الصحي بالولاية ومع تطور وانتشار الثورة ارتفع عدد المراتز الصحية فأصبح في كل منطقة ماكز من أهمها نطر ماكز سبربر بالمنطقة الأولى ماكز بوثامود العاميرية بالمنطقة الثانية ماكز بني بو عمران شامال مليانا ماكز جبل بيسا بالمنطقة الرابعة ويشتل التموين والتمويل مصدر دعم لاستمرار الثورة ونجاحها لهذا عمدت القيادة الثورية منذ الانطلاق إلى إيجاد سبل توفيق المستلزمات جيش التحرير الوطني من غذاء وليباس ومال فتان الشعب مصدر دعم في المرحلة الأولى عن طريق ما تان يقدمه من إعانات وتبرعات للمجاهدين حيث كانت عملية إطعامهم تتم في بيوت المواطنين نظار لقلة مراتز التموين خلال هذه الفترة وقد يحمل المجاهدون معهم بعض المؤن الغذائية غير قابلة للتلف مثل التمر والعسل والزيت والدقيق والملح وحتى المال إذا توفر وهذا لاستعمالها عند الضرورة ومن أهم المراتز التي كانت موجودة خلال هذه الفترة نذكر ماركس بوتيتا الذي أشرف على إنشاء سويداني بوجمع أثناء التحضيرات للثورة المسلحة في منطقة متيجة لكن مع التطور الذي عرفته الثورة وازدياد عدد وحدات جيش التحرير أصبحت إعانات المواطنين غير تافية خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة التي كان يعيشها ستان الأرياف للخصوص أصبح لزاما على هيئة القيادة أن تعمل على إيجاد سبولا أخرى للتموين والتمويل فاستحدث مؤتمر الصمام هيئة خاصة على مستوى كل منطقة تتولى مسؤولية ذلك أطلق عليها إسم مصلحة التموين العام يشرف عليها مسؤولا سياسيا أطلق عليه مسؤول التموين يشرف هذا الأخير على جمع الاشتراكات المالية من المواطنين والإعانات المادية من لباس وغذاء حيث يقوم بالاتصال بطبقة التجار وتزويدهم بمختلف المشتريات الموجودة في القائمة التي تمنح لهم من قبل المحافظة السياسي الذي يقوم بدوره بتخزينها في مخابي خاصة خصصة لهذا الغرض في تأثير من الأحيان إذ استلزم الأم تقوم هي بيعانات بعض العائلات المحتاجة من أرامل الشهداء وعائلات أسر المجاهدين ونظار لخطورة العملية التموينية فقد ساهمت مصالح أخرى في تنظيم هذه العملية بالتنسيق مع مصلحة التموين العام نظار لتداخل صلاحياتها منها مصلحة الصحة ومصلحة الأخبار والاتصال والمحافظين السياسيين على مستوى الأقسام نظار لارتباطهم المباشر بالقاعدة الشابية ورغم محاولات فرنسا لعزل الثور عن الشاب وقطع عنها كل مدد بإقامتها للمناطق المحرمة ومراكز التجمعات المحتشدات إلى أن جبهة التحرير الوطني استطاعت اختراق هذا الحصار والوصول إلى هذه المراكز وتكوين خلايا وشبكات داخلها ساهمت في عملية تهريب وتسريب المؤمن داخل المحتشدات إلى مراطي جيش التحرير في الجبال ولم يتنشى فقط مصدرا لتموين جيش التحرير إنما أيضا هناك مصادر أخرى للتموين والتمويل متمثلة في الغنائم والضرائب والغرامات والزاتات أما عن السياسة الفرنسية المتبعة في مواجهة الثورة فنجملها فيما يلي أولا إن طبيعة السياسة الفرنسية في الجزاء لم تتغير وإن اختلفت حدتها باختلاف الوسائل والأسليب فالإبادة الجماعية وعمليات التمثيل والتعذيب هي الميزة التي ميزت هذه السياسة طيلة فترة الاحتلال ثانيا إصدار عدة قوانين جائرة ضد الشعب باحت من خلالها عمليات الاستيلاء للممتلكات واعتقال الأشخاص وسجنهم ونفيهم بمجرد الاشتباه فيهم بمساندة الثورة تحت غيط قانون حالة الطوارئ الذي صدر في أفريل 1955 ميلادي ثالثا تدعم قواتها العسكرية بقوات إضافية للقضاء على الثورة وإطامت شبكات عسررية في كل جزء من أجزاء الولايات وهذا من أجل تذيق الخناق على وحدات جيش التحريف في المدن والأرياف رابعا استعمال التعذيب توسيلة من وسائل الضغط على الثوريين والمساندين لهم لاستنطاقهم والحصول على المعلومات ومن أجل إذلالهم وإخضائهم وتخويفهم ومن أهم أنواع التعذيب التي مرست ضد الجزاريين خلال الثورة من طرف جنرالات أمثال ماسو وابول أوساريس الاستنطاق بواسطة الكهرباء والتعليق في أوضاع ملتوية ومؤلمة والاختصاب واستعمال الكلاب المتوحشة وكل الوسائل التي لا يتصورها عقل بشري وحتى الشخصيات القيادية في الثورة لم تشفع لها مكانتها السياسية من التعرض للتعذيب بجميع أشكاله مثل العربي بن ميدي وعيسات إيدير وعلي بومنجل إلى آخره وقد اعترف الفرنسيون بما ارترفت وعياد الشرطة والجندرما وأجهزة القمع الفرنسية التي استحدثت لهذا الغرض كجهاز إدارة الأمن الإقليمي وجهاز الحماية الأمرانية والمرتب الخامس من تعذيب ضد الجزائريين من الذين فضحوا هذه الممارسات ناثر جاردو تيسان وجارد جوليار وهانري علاق واعترافات بول أو ساراس وجارد ماسو إلى آخره ومن أهم المراتز التي موريس فيها تعذيف الولايات الرابعة مارتز الدشمية ومارتز تران تيراس مارتز الروحة بسيدي عتاشة مارتز بوزاهر مارتز بطايد إلى آخره وهي عبارة عن مزارع أو منازل وحضار يملتونها المعمرون حولت إلى مراتز للتعذيب ونضعا لسرية هذه العملية أن التأثير من هذه المراتز مجهولة لدى التأثيرين إلا الذين تعرضوا للتعذيب خامسا إقامة المحتشدات توسيل من وسائل عزل الشعب عن الثورة لمنع وصول أي إمداد من أي نوع وفرض الرقابة المباشرة عليه وتخويفه وترهيبه وتجويعه وتفتيت الروابط الاجتماعية بين أفراده ومن أهم المحتشدات التي أقامت الإدارة الفرنسية في الولايات الرابعة نفطر محتشد الجبابر والمرجى ومطمطة ترثيف إجراءات الحبس والاعتقال التي مست جميع الفئات المشتبه في تونها تتعامل مع الثورة وهذا من أجل القضاء للثورة ومن أشهر المعتقلات نفطر محتقى اللودي ومحتقى البروادية ومحتقى البغار والدويرة ومحتقى التاشون وبني مسوس إلى آخره وقد نفذت العديد من محاكمات الإعدام بالمقصلة أو رميا بالرصاص ومن أشهر السجون التي نفذت فيها عمليات الإعدام سجن برباروس تاجي بالجزاء العاصمة ولا ننسى المعاملة السيئة التي كان يعامل بها السجنة من حيث التعذيب الذي يتعرضون له يوميا نجاح الثورة في تحويل السجن والمعتقلات إلى مدائس لنشر العلم والوعي السياسي وتتوين النظام وعطاء الدروس في الوطنية سديساً إقامة مشاريع إصلاحية لتحسين الوضعية الاجتماعية والارتصادية للمجتمع الجزائري ليس بهدف ترقيته وتنميته وإنما بهدف عزله عن الثورة ومن أحسن الأمثلة عن المشاريع مشروع سانطينة الذي صرح به الجنرال ديرول في الثالث أورتوبر 1958 ميلادي سابعاً لم ترتفي السلطات الفرنسية بهذه الأساليب بل لجأت إلى إيجاد حركات مناوية للثورة من أبناء جلدتنا راهنت عليها في سعيها للقضاء للثورة منها حركة كوبيس منذ أورتوبر 1956 ميلادي وحركة محمد بلونيس والمصمودي واستغلالها لحركة تمرد شريب بن سعيدي غير أن هذه الحركات بقدر ما أرهقت الثورة جعل الحسن في أمرها في الآخر في صالح الثورة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد